الزلزال الزلزال هو ارتجاج عنيف مفاجئ وسريع يصيب سطح الأرض ويسبب الويلات هل لبنان معرض للزلازل؟ الإجابة هي نعم فلبنان يقع في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً بسبب وجود فوالق ضمن أرضيه أهمها فالق اليموني فالق سرغايا وفالكروم سنة 349 أصيبت بيروت بهزة قوية هدمت بعض أجزائها بين عام 494 وعام 502 وقعت هزات عنيفة أدت إلى خراب بيروت ولكن الخراب الأكبر كان في صيدة وصور بين 551 و 555 وقعت زلازل مدمرة خربت المدن الساحلية ولسيما بيروت حيث ضربتها موجة تشنامي هائلة سنة 551 أدت إلى خراب كبير فقد طيل أن البحر ارتد إلى الوراء لمسافة ميل ثم عاد بشكل موجة عالية مرعبة غمرت المدينة ودمرتها وأودت بحياتي 30 ألف شخص ويرجح أن مباني معهد الحقوق البيروتي تهدمت في هذا الزلزال والدليل على ذلك الآثار التي تم اكتشافها على مدى السنين الماضية عام 1202 ضرب لبنان زلزال بقوة تقدر بست درجات أدت إلى سقوط 31 عامودا من أعمدة معبد جوبيتار في بعلبك عام 1759 ضرب لبنان زلزال يقدر بـ 7.5 درجات وأدى إلى مقتل أكثر من أربعة ألاف شخص وحصول تصنامي على طول الشاطئ نحو المناطق الساحلية وقد كان آخر زلزال مدمر حل بلبنان يوم 16 آذار عام 1956 وألحق أضرارا جسيمة في البلاد وتسبب بوفاة 130 شخصا وجرح المئات وتشريد الألاف ومتى سيكون موعد لبنان مع زلزال قد يذكره التاريخ سنترك الإجابة للمستقبل ترجمة نانسي قنقر